أهلين اليوم سويت معكم مكعبات البراوني لذيذة وسهلة أتمنى تأجبكم تنفع للتوزيعات أو للتقديمات بكل سهولة راح أحتاج خليط البراوني بالشوكولات الجاهز وإذا مو عندكم أنا قد سويت معكم وصفة البراوني موجودة بحسابي من الوصفات القديمة راح أسويها نفس المكتوب على العلبة وبكذا راح أستخدم القوالب السيليكون إذا مو متوفر عندكم سوى بصينية كبيرة وبعدين قصصوه بالشكل اللي تحبون أنا سويت كذا عشان أسهل وأرتب وهذه الصصات اللي استخدمتها للحشوة هذا شكلها بعد ما بردت وطلعتها من القالب راح أسوي لها فتحة بالنص حطيت كرامل وهنا حلاوة طحينة وهنا حطيت النوتاليا وبعدها راح أقفلها بالشوكولات عندي شكراتها بيضة وشكرات العادية وبشكل عشوائي راح أسوي خطوط وللتقديمات ممكن نقدمها بصحن أو ممكن حطها كتوزيعات حطت فيها الحبتين براوني مع الكيس حق التقليف والشرايط وكذا صارت جاهزة أتمنى تجربونها وعليكم بألف عافية وكل عام وانتوا بخير